بيبدأ الفيلم بأرون وهو في حمام السباحة وأمه المحامية إيرس بتكون معاه لكنها بتكون مشغولة بمكلمة مع واحد من موكلينها وبينزل أرون لقاح حمام السباحة وبيفضل تحت المياه لمدة كبيرة وساعتها مدرب من المدربين بينزل يطلعه من الحمام فبيصرخ أرون بشكل هستيري ودل أنه عنده نوع من أنواع التوحد ولما أمه بتسمع صوته وبتروح له وبتشيله وبتبعد بيه عن المكان وفي نفس اليوم بالليل بيكون أرون عند جدته أجس وإيرس بتتصل بيه علشان تطامن عليه ومن الناحية التانية بنشوف مارثة صاحبة شركة بينيكس وهي في حفلة بمناسبة نجاح شركتها في صفقة كبيرة وبتكون إيرس من بين المدعوين وبعد ما مارثة بتقول كلمتها في الحفلة بتقابل إيرس وبتقول لها إنها هتوكلها في الدفاع عن ابنها اللي تم اتهمه بالتحرش ببنته أوثر وبتقول لها إنها مش عايزة طيش ابنها بيتر يهد مكانت وصمعت شركتها اللي هي وجوزها توان بيبنوه من أكتر من عشرين سنة فبتقول لها إيرس أنا هعمل كل اللي أقدر عليه علشان أخرجه من القضية والتاني يوم بتقابل إيرس بيتر وبتناقش معايا تفاصيل القضية وفي الوقت ده بيجي الإيرس اتصال من مديرة مدرسة ابنها وبتطلب منها تجيلها المدرسة فورا فبتنهي إيرس الاتصال وبتعتذر لبيتر وبتقوله إنها لازم تمشي دلوقتي ولما بتروح المدرسة بتقول لها المديرة إن حالة أرون بقت أسوأ بكتير من الأول وما بقاش بس بيصرخ بشكل هستيري أو بيرسم رسومات غريبة من وقت للتاني ده كمان النهاردة زق إزميلته في الفصل على لوح إزاز وبتعرفها إنها مش هتقدر تسمح له يكمل في المدرسة إلا إذا عرضته على دكاترة متخصصين وبتقول لها إنها ممكن تقترح عليها أسامي دكاترة مختصين في تعديل سلوك الأطفال المصابين بالتوحد وإنها هتدي لها مهلة أسبوع علشان تعمل كده وإلا هتفصلوا من المدرسة بشكل نهائي ولما إيرس بتقول لابنها إنهم هيتكلموا لما يروحوا البيت عن اللي عملوا ده بيقول لها أنا عايزة روح عند جدتي فبتاخدوا وبتروح لبيت أمها أجس اللي بتقول لها إنها مسافرة لمدة أسبوعين ومش هتقدر تهتم بابنها وبتطلب منها تاخدوا ويروحوا على بيتهم فبتقول لها ما ينفعش تأجلي سفرك فبتقول لها لا ما ينفعش وهنا أيرون بيقول لأمه وهو بيتفرج على حوض سمك الزينة الكبير إنه عايز يفضل في بيت جدته فبتقول أيرس لأمها إن حوض السمك ده بيهديه وبتطلب منها إنها تسمح لهم يفضلوا في بيتها فبتوافق الأم وتاني يوم أجس بتقول لأيرس إن معاد زيورة الفني اللي بيتابع صحة المية وسمك الزينة قريب وبتقول لها إنها سيبالها رقم تليفونه على التلاجة للطوارئ وبتودعها وبتركب عربيتها وبتمشي وفي الوقت ده بيكون أيرون بيتفرج على حوض السمك وساعتها بيلاحظ إن فيه سمك ماتت فبيفضل يصرخ فبتشيله أيرس وبتهديه وبتتصل بالفني ولما بيوصل الفني وبيشوف أيرون بيقول لها إنه شبه أخوها جدا فبتستغرب أيرس وبتقوله أنا مريش إخوات فبيتجاهل كلامها وبيفحص الحوض ولما بيحاول يطلع السمكة الميتة من الحوض بيصرخ أيرون وبيضرب فيه فبتشيل أيرس ابنها وبتبعده عنه وبتدخله القط ولما بترجع مرة تانية للفني بياخد السمكة الميتة معاه وبيقول لها إنه هيعرف سبب موتها وهيتصل بيها فبتقوله وفين أخوي اللي بتقول عليه ده فبيقول لها مش أنا اللي هعرفك مكان أخوكي وبيسيبها وبيمشي ووقتها أيرس بتتصل بأمها اللي بتكون في الطيارة وبتسألها هو أنا عندي أخ صغير فبيبان على أمها التوتر وبتقول لها لا ما عندي كيش وبتنهي معها الاتصال فبتاخد أيرس مفاتيح الخزنة ولما بتفتحها بتلاقي فيها قلبهم صور بيكون فيها صورة أخوها الصغير وصورة الأمها وهي حامل فيه وبتلاقي مفتاح تاني وارسالة من أخوها الأمها مكتوب فيها إنه من بارح نقلول زنزانة تانية أكبر شوية من الزنزانة بتاعته وبيسألها على السمك وبيقول لها نفسي تيجي تزوريني وبيكون موقع الرسالة باسم ري بولنز فبتعمل أيرس بحث عن اسم ري وبتعرف إنه قتل جارتو روزيتا وبنتها الرضيعة أنا وإن الشرطة ساعتها ملقيتش جسط الطفلة جنب جسط أمها وبتعرف إنه تحكم عليه بالسجن في مصحة نفسية لمدة عشرين سنة وبتقدر أيرس بعدها إنها توصل لمكان المصحة وبتروح هي وابنها علشان تزوره لكن بوه الممرد المشرف على علاجه بيقول لها إنه ما يقدرش يسمح لها تزوره غير لما يعرفه إذا كان عندها سوابق جنائية ولا لأ فبتقول له أنا أخته وبشتغل محامية فبيقول له لو مسكتي قضيته هيبقى سهل إنك تزوريه في أي وقت وبعد يومين بتروح تزوره في المصحة ولما بتقول له أنا أختك بيقول له أنا ما ليش إخوات وبيكون واضح إنه بيعاني من التوحد فبتوريله صورة أمهم فبيتعرف عليها وبيقول لها إنه أمه ما كانتش عارفة تتعامل معاه علشان كده لما بقى عنده تسع سنين دخلته مدرسة داخلية ولما كبر دخلته المصحة وعمرها ما جات زاريته فبتقول له بوه قال لي إنك خباش شاطر فبيقول لها إن روزيتا قالت له إنه أحسن واحد بيخبز العيش من غير خميرة فبتقول له روزيتا دي كانت جارتك وآنا بنتها فكرهم وهنا بتجيله حالة من الفزع وبيفضل يصرخ وهو بيفتكر مشاهد من جريمة قتل روزيتا فبيتدخل بوه وبياخد راي على قطه وبعدها بيقول لقارس إن راي بيعاني من التوحد علشان كده ما بيقدرش يتعامل مع ناس غريبة ده غير إنه ما بيقدرش يخدم نفسه وبيقول لها إنه مرض التوحد وراسي وبيدلها الكرت بتاعه وبيقول لها المرة الجاية كلميني قبل ما تيجي تزوريه وانا ههياء نفسيا لزيارتك وتاني يوم بتاخد قارس ابنها معاها للمكتب اللي بتشتغل فيه وهناك بتقابل لوزي مدير المكتب وبتطلب منه إنها تمسك قضية راي لإنها اكتشفت إنه أخوها فبيوافق وبيقول لها دوري على أدلة جديدة تثبت برقته وروحي قابلي بيتر لإنه مستنيكي في مكتبي فبتروح له المكتب وبتتناقش معاه في تفاصيل قضيته وساعتها بيتر بيشوف صورة أجث فملف قضية معاها فبيقول لها انت تعرفي أجث فبتقول له دي تبقى أمي وفي اللحظة دي بيدخل عليهم المكتب موظف وبيقول لقارس ابنك بيصرخ وما فيش حد عارف يسيطر عليه فبتنزله بسرعة وبتشيله وبتحاول تهديه ولما بترجع البيت بتتصل بابوه وبتقوله إنها عايزة تقابله بكرة فبيوافق وفي نفس اليوم بالليل بيفتش بيتر في مكتب أبوه فبيلاقي صورة ليه مع أجث وبقي موظفين شركته وأجث بتكون حامل في الصورة وقتاني يوم الصبح بيقابل بوه قرس وبيقول لها إن مريض التوحد ليه طبيعة مختلفة عن البشر لأن استجابته للمؤثرات الخارجية أكبر بكتير وأي صوت بسيط بالنسبة للمريض التوحد بيكون صوت عالي جدا زي صوت المطر والجرس ده غير إنهم بيقدروا يعدوا ويجمعوا كل حاجة مهما كانت الأرقام كبيرة وزكاءهم خارق ولما بتسأله تفتكر إن ري فعلا قتل روزيتة وبنتها بيفتكر وقتها لما جون وده واحد من المرضى النفسيين في المصحة حاول يخنقه وساعتها ري دافع عنه وكان هيموت جون وبيقول لها إن ري وقتها ما كانش عايز يموت جون لكنه كان عايز يدافع عن حد بيحبه وإن هو ده بالضبط اللي حصل معاه قبل كده لإن أنا بنته كانت على طول بتعيط وهو افتكر لما يقتلها يبقى كده بيحميها من الألم اللي بيخليها طعيط والتاني يوم بتروح قرس تزور ري وبتخد له معاها صور السمك فلما بيشوفهم بيفتكرهم وبيسألها ليه سمكة منهم كبرت جدا كده فبتقوله لإنها حامل وساعتها بيفتكر لما روزيتة كانت حامل ولما قرس بتقوله إنها أخته بيقول لها لأ أنت مش أختي فبتسأله أنت عارف أنت محبوس هنا ليه فبيقول لها أيوة فبتقوله وإنت تستاهل إنك تتحبس المدة دي كلها فبيقول لها لأ ودينا أم روزيتة كمان قالت لي إن أنا بريء فبتقوله أنا هحاول أخرجك من هنا وتاني يوم بتراجع ملف قضية ري وساعتها بتعرف إن مكان دينا أم روزيتة مجهول ولما لودي مدير مكتب المحامى بيسألها وصلت لإيه في القضية بتقوله إن دم روزيتة كان على هدوم ري والشرطة لقوا معيه سلاح الجريمة لكن لما حققوا مع دينا أصرت إن ري بريء وقالت اسمه متهم تاني لكن اسمه اتحذف من القضية ده غير إن المحامي بعد ما طلب استئناف الحكم سحب طلبه مرة تانية فبيقول لها اللازم تعرفي هو ليه عمل كده فتاني يوم بتاخد ابنها وبتروح تزور المحامي ده في بيته فامراته هي اللي بتفتح لها الباب وبتاخد أرون وبتدخل للمطبخ وبتتفاجئ إيريس لما بتلاقي المحامي جاي لها على كرسي متحرك وبمجرد ما بتسأله عن سبب سحبه للإستئناف فقضية ري بيتعصب عليها وبيقول لها طلعي برة وبيفضل يضرب فيها بإيده لحد ما بيقع من على الكرسي المتحرك وساعتها إيريس بتكتشف أن رجليه اللي اتنين مقطوعين ومراته بتجري تساعده وبتطلب منها تخرج من البيت فبتاخد ابنها وبيركبوا عربيتهم وبيبعدوا عن بيت المحامي لكن بتفضل عربية ماشية وراهم لحد ما بيوصلوا للبيت وقبل ما إيريس تدخل البيت بتاخد الجوابات اللي وصلت لأمها ولما بتفتح جواب منهم بتلاقي من إدارة مخازن أمها مأجر عندهم مخزن من مدة كبيرة وبعدها بتلاقي ابنها واقف ورأزاز البيت وبيقول لها أن فيه راجل بيرقبهم من بعيد فبتخرج برة البيت وبتدور حواليها فما بتلاقيش حد لكنها بتلاقي ورقة متسبتة على مساحات العربية مكتوب عليها سيب القضية فبترفع الورقة بأيديها وبتقطعها وبتقول مش هيحصل وبتاخد ابنها وبتروح للمخزن ونفس العربية بتكون ماشية وراها ولما بتوصل بتطلع المفتاح اللي لقيته في الخزنة عند أمها قبل كده واللي بيكون مكتوب عليه رقم المخزن ولما بتفتحه بتلاقي لعب وحاجات أخوها وهو صغير ومن ضمنهم بيكون موجود كتاب بيتكلم عن أنواع سمك الزينة فبتديل ابنها وبتلاقي صور لري وروزيتا وهم مع بعض في بيت روزيتا وبيكون واضح أنهم بيحبوا بعض ووقتها النور بيقطع وبيوصل واحد اسمه جيروس اللي بيقول لها ايه اللي بيخليك تدوري في الحاجات القديمة وقبل ما يهاجمها بتاخد ابنها وبتجري فبيجري وراها لكنها بتقدر تهرم منه ولما بيوصلوا البيت بتقول لابنها أنهم هيباتوا في مكان تاني النهاردة وهنا بيجي لها اتصال من لودي بيقول لها فيه أن بيتر سحب منها القضية ولما بينهي اتصالوا معاها بتشوف أمها قصادها فبتقول لها ايه اللي خلاتي تخبي علي أني لي أخ فبتقول لها أخوكي ده كان شارس جدا وما كنتش بعرف أتعامل معاه لكنه في نفس الوقت كان فنان وبيحب الرسم جدا وفي مرة خدت منه أقلام التلوين بتاعته فجات له نوبة غضب رهيبة معرفتش أسيطر عليها وبعدها فترة قصيرة صحابه تحدوه أنه يقتل الكلب الصغير بتاعه فرمع عليه الصخرة كبيرة وقتله فقررت أنها دخلوا مدرسة داخلية ولما اتخرج منها وقفرت له وظيفة خباس في محل كبير وبتقول لها أنه دلوقتي في مكان أمين عليه فقرس بتقول لها ده محبوس وانسي ما روحتش زورتي ولا مرة فبتقول لها أنا مقدرتش أشوفه هو محبوس لأنه ما بيعرفش يجدب وخايفة أنه يلومني على ما حصل فبتقول لها إيريس راي بريء لأن انت بنفسك قلت دلوقتي أنه ما بيعرفش يجدب وهو الحد دلوقتي ما اعترفش أنه قتل وأنا هدافع عنه وهبرقه وقتاني يوم إيريس بتروح تزور راي وبتقول له أنت مش فاكر أي حاجة عن دينا فبيقول لها أن بيت دينا كان على البحر وبيرسم لها على الورق بيوت على البحر وبيكون موجود على بيت منهم شعار مميز وتاني يوم بيدي بيتر للوزي المحامي الصورة اللي لقاها في مكتب أبوه وبيقول له عايزك تعرف لي اللي كان في بطن أجس دفين دلوقتي ولو كان أخويا ولا لأ ولو طلع أخويا هيورس معايا في الشركة ولا لأ وفي نفس الوقت جيروس اللي كان في المخزن بيروح لأجس وبيقول لها ما تعرفيش إيريس أي حاجة عن الماضي هو بيكون مش واضح هو عايز يمنعها ليه أما إيريس فبتعمل بحث عن البيوت الموجودة على البحر وبتعرف مكان البيوت اللي عليها نفس الرمز اللي ري رسمه وفي نفس اليوم بالليل بيتصل بيها لودي وبيسيب لها رسالة على البريد الصوتي وبيقول لها أن بيتر طلب منه يتحرى عن حاجة مش هتصدقها وبيقول لها أنه رايح لها دلوقتي علشان يعرفها لبيتر طلبه منه لكن في اللحظة دي جيروس بيترده لحد ما بيخليه يخبط في شاحنة على الطريق وبيعمل حدثة وساعتها جيروس بياخد شنطة لودي من العربية اللي فيها الصورة اللي بيتر ادهاله وبعد شوية وقت بيروح واحد من الموظفين في المكتب لقرس البيت وبيقول لها أن لودي عمل حدثة ومحجوز في المستشفى فبتروح تزوره وساعتها بتعرف أنه في غيبوبة بين الحياة والموت وثاني يوم الموظف بيقول لريي أن عنده زيارة وما بيكونش واضح هو مين بالضبط اللي بيزوره وفي نفس الوقت بتروح إيريس لبيتر وبتقوله أن لودي عمل حدثة ودخل في غيبوبة وبتسأله أنت طلبت منه إيه كان السبب في أن حد خبط عربيته علشان يقتله فما بيرضش يقول لها وبيقول لها خلي بالك من نفسك فبتاخد ابنها وبتروح لدينا وهناك بتعرفها بنفسها وبتسألها عن اللي حصل يوم الحدثة فبتقول لها دينا أن راي كان عايش مع بنتها روزيتة لأنه كان بيحبها وبتقول لها أن راي بريء وما قتلش بنتها وفي نفس اليوم بتروح إيريس تزور راي فبتتفاجئ أنه أول ما بيشوفها بتجي له نوبة غضب فبتحاول تهديه وبتقوله أن عندها ولد صغير عنده سبع سنين فبيهدى وبيقول لها ابنك شبهي فبتقوله أيوة وبتوري له صورة روزيتة وهي حامل وبتقوله أنت كمان عندك بنت فبيقول لها أيوة بس مش المفروض حد يعرف أنه عندي طفل فبتقوله مين اللي قالك ما تتكلمش فبيقول لها ده سر مش هقدر أقولك عليه وبيطلب من بوه أنه يرجع لقوته فبتسأل بوه هو في حد ظهره النهاردة فبيقول لها هراجع السجلات وأقولك فبتدخل لقوضة مراقبة الكاميرات وساعتها بتشوف جيرس وهو سايق عربي توان أبو بيتر وداخل المصحة وبالليل بتروح لبيت توان وبتسيب ابنها في العربية وبتقابل توان وبتقوله أنه هو اللي دبر الجريمة الري وراح له النهاردة وهدده علشان ما يتكلمش معاها وبتسأله عملت كده ليه فبيقول لها أيوة ري اللي ارتكب الجريمة وانتي لازم تسيب القضية بتاعته فبتقوله ري ابنك صح فبيقول لها أيوة ابني وبيحكي لها أنه أمها أجث كانت سكرتيرا عنده وكانوا بيحبوا بعض بجنون لكن وقتها عرضت عليه مرثى أنه يتجوزها فوافق علشان فلوسها لكنه فضل يحب أجث وكل سنة كانوا بيسافروا يقضوا مع بعض إسبوعين والإسبوعين دول هم اللي مخليينه قادر يعيش فبتقوله يعني أنت تبقى أبويا فبيقول لها لأ فبتسأله فين أنا بنت ري وروزيتا فبيقول لها أنا دفنتها بإيدي فبتقوله فين فبيقول لها كفاية أسئلة وصيب القضية دي فبتقوله لأ وبتسيبه وبتروح تركب العربية وساعتها بتكون مرثى مراته بترقبهم من بعيد ولما قرس بتمشي بتتصل بجزها فبيقول لها أن قرس رفضت تسيب القضية فبتنهي معاه الاتصال وبتطلب من جيرس أنه يخلص على قرس فبيطردها بعربيته وبيوقعها في البحيرة وبيحاول يقتلها لكنها بتقدر تخلص عليه وبعدها بتتصل ببو وبتقوله أن هي وابنها في خطر وبتطلب منه ييجي ياخدهم علشان يباتوا عنده فبيروح ياخدهم بعربيته ولما بيوصلوا البيت بيدلها صندوق وبيقول لها أن ري باعت الصندوق ده ليها فبتحط الصندوق جنب السرير وبتنام جنب ابنها ولما بتصحى تاني يوم بتلاقي أرون مجمع الورق اللي كان في الصندوق جنب بعض وبيقول لها أن الرسومات اللي على الورق ده لغز وهو عايز يجمعه جنب بعضه لكن المكان هنا ديق فبتاخده هي وبول المصحة وهناك بيمشوا على تعليمات أرون وبيجمعوا الورق جنب بعض وساعتها إرز بتتصدم لأن ري بيكون راسم تفاصيل الجريمة وهنا بنرجع بالزمن علشان نشوف دينا أم روزيتا وهي شايلة حفدتها أنا قدام البتجاز فبتقع على أنا ميا مغلية من غير مدينة تقصد فتعصبت روزيتا عليها وخدت منها البنت اللي كانت بتصرخ من الألم ووقتها ري اتصل بأم أجث اللي جات وقالت له أنها تاخد البنت الصغيرة تربيها وساعتها روزيتا رفضت ورفعت السكينة على أجث وكل التفاصيل دي بيكون ري رسمها في الورق اللي جمعوه مع بعض فبتاخد قرس عربية بو وبتروح لأمها وبتواجهها باللي عرفته وبتقول لها ري بريء وانت اللي قتلت روزيتا وبنتها فبتكمل لها أمها الحكاية وبتقول لها إنها لما لقيت روزيتا رفعت السكينة عليها دفعت عن نفسها وغرست السكينة في بطن روزيتا فوقعت على الأرض وهي بين الحياة والموت وبعدها طلعت ندهت على أتوان اللي كان مستنيها برا فدخل معاها البيت وكتم نفس روزيتا لحد ما ماتت وبتقول لها أنا مستحيل كنت سيبهم يربوكي وبتعترف لها إنها تبقى أنا بنت ري وروزيتا وإن هي جدتها وبتقول لها أنا اخترت كنتي وضحيت بريء ابني فبتتصدم قرس وبتقول لها أنا مش عايزة شوفك تاني وبتروح بعدها للمصحة ولأن بيكون الحكم اللي على ريء خلص بتقدر إنها تطلعه من المصحة وبتقول له أنا بنتك فبيقول لها أنا عارف من الأول وبيحضنها وبيخرجوا مع بعض من المصحة وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة اشتركوا في القناة